الأوضاع تسوء وكل يوم تسوء أكثر واعتفاء الأسعار ما زالت أكثر الأسعار مرتفعة الخضر والفواكه واللحوم حتى مع انقضاء رمضان ما نزلش الأسعار إلا في بعض المواد وحاجة بسيطة بعض الأسعار زادت يكذبون أكثر مما يتنفسون في رمضان قال لك هم داروا 1200 سوق جواري ظهرت باللي هذا الأسوق لا أتكد أكثرها ما مش موجود واللي موجود تافة وغالي وفي أماكن سيئة لكنهم يبقوا يكذبون الأوضاع الآن أسوأ بكثير من فبراير 2019 اللي انتفت في الشعب الجزائري على عصابات الحكم ولذلك كل المؤثرات وكل الأسباب وكل الدواعي لتعليل انتفاضة الشعبية ما زالت قائمة بل بالعكس نخشى أن تكون أخطر وأن تتجه أن تكون ثورة جياء وثورة بؤساء البؤس ينتشر كما لم يسبق له مثال ومرات راني نحكو على العاصي على مدن وين يشترا فيها مرات كوارد في العاصمة في العاصمة مش في أماكن بعيدة هذا المقطع من القبة مرات كوارد في العاصمة مرات كوارد في العاصمة مرات كوارد في العاصمة أصبح المنظر القدر هنا نتكلم على القبة اللي كانت تعتبر من الأحياء الجميلة وهو أصلا اسمه حي المنظر الجميل جولي في أو جولي في راني نتكلم على أماكن لا تبعد كثيرا على مراكز العصابة ومقراتها وبلاتها ومناطقها الخضراء لا تتكلم على عين والسارة ولا على المنيعة ولا على سوق هراس ولا على مغنية ولا على البويرة لا نتكلم على العاصمة أكثرية أحياء العاصمة بعض أحياء كابول وبعض أحياء غزة والله لا أفضل منها أكثرية أحياء العاصمة والراحين ولذلك رايحة هراكم الغضب وهما يسمعوا في أخبار الثامنة عالم آخر أخبار الثامنة أنت أحياء تكلمون على سويسرا وهما عايشين فيما يشبه كابول وما يشبه بغداد وما يشبه لأجنان هذه دول تعرضت لاستعمار والاحتلال والقصف والتدمير ولسهنوات طويلة جدا وما زالت إحنا شكون هو المستعمر شكون هو المحتل هذا هو السؤال طبعا أوضاع راهي الأوضاع الطبيعية الحرارة الطبيعية والسخانة راهي حالة في الجزائر ارتفاع درجات الحرارة الناس كثيرين قال لك لم يشهدوا أفريل نهاية أفريل مثل هذه ربما منذ ثلاثين سنة وخمسين سنة وكي الناس منذ أن وجدوا في هذه الدنيا لم يشهدوا الحرارة التي راهي فيك أكثرية المدن الجزائرية في هذا الوقت راهي الماء ينقطع على الكثيرين في هذا الوقت راهي الماء الفاسد والآسن والبحيرات الماء القادر راه يملأ أكثرية الأحياء والشوارع والطرقات في هذا الوقت كاي اللي ما عندوش الكهرباء وكاي اللي نحاولوا الكونتر وكاي اللي راهي تنقطع عليهم الكهرباء ونحن مازال ما دخلناش لبيل الصيف رانا في منتصف الرابع ولذلك للأسف يعني لازم الناس تحضر نفسها نفسيا وسايكولوجيا كما يقال على أنه راح يكون صيف عصيب لا يقل صعوبة وتعب وقلق مثل رمضان اللي فات تحضروا نفسكم على الأقل تكونوا متحضرين لأن قطع الماء راه جاي قطع الكهرباء راه جاي في كثير من المناطق وكثير من الأماكن ولذلك دائما من أنكم تحضروا نفسكم للسيناريو الأسوأ وندعو الله أن تتحسى الأمور أو أن تكون الأمور أفضل أو إن كان هذا مستبعد من أن الإنسان يمشي على الأوهام والأكاذيب انتهى كثيرين من اللي يمشاوا على أوهامهم مرة رأيت تصني بعض الرسائل تعالى اللي يمشاوا في الأوهام سواء أوهام جيد صالح وأيامه أو أوهام تبونه خطاباته كثيرين من من كانوا يشتمون الأحرار ويسبوننا ويشتمونه الآن يبعثوا رسائل تعتذار كثيرين لأن البعض منهم بغباء أو بحمق أو بنية أو بسذاجة صدق أنه ممكن أن يخرج الصلاح من المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما فيش هذه قاعدة كونية إلهية مطلقة ليس هناك أي شيء ننتظروه من هؤلاء اللصوص هؤلاء القتلى هؤلاء المفسدين في العالم لا تنتظر منهم شيء إلا أن الأمور تسوء وتسوء أكثر لا قدر له من الأحسن أن تحضروا نفسكم للحقائق المتعبة والمرهقة فتحضر لها الإنسان نفسيا من أن يعيش في الأوهام تحت هذه العصابات